بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة مستر نورو المعلومية سيد أن توجد معكم في حلقات جديدة سوف نتحدث في حلقة عن تطبيقين منهم تستطيع الاتصال بأي شبكة تويفي تكون متوفرة في يعني بطريقة قانونية عالميا يعني في أي دولة تريدك اتصال بشبكة تويفي تحتاج إلى إحدى هذه التطبيقين سوف يعني تنتهي من هذه المشكلة أولا قبل بدا في الشرح لو كانت لك أول مشاهدة على قناة مستر نورو المعلومية لا تنسى الغدار زال اشتراك أسفل هذا الفيديو والتفعيل خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد على قناتنا الشيء الثاني لو كانت لك يعني أيضا أول مشاهدة جميع رواب التطبيقات التي أتحدث عليها أنها تكون أسفل هذا الفيديو على موقعنا مستر نورو للمعلومية تطبيقات التطبيقات التي أردت أن أتحدث عليها اليوم يوجد فيها تطبيق شائع كثيرا أرد يعني قام بوضع بس كبير أو ضدجة كبيرة الذي اسمه ويفي ماب هذا التطبيق تحدث عليه كثير من الأشخاص ولكن أردت أن أضيفه بالنسبة إليه بما أنني سوف يتحدث على التطبيق الجديد حيث منه يستطيع أن يعرف يعني لوكاليزاسيو أو اللوكيش الخاصة بك ويعطيك مجموعة من الويفي أو يعني جهات الاتصال التي تكون قربة لك وتكون مفتوحة مجانا تستطيع الاتصال بها كيف يعمل هذا التطبيق أولا قبل أبدأ فيه كان دائما يقوم بتحميل جميع التطبيقات يعني أي أو يعني جميع أجهزات الويفي يعني مثلا الآن أنا قمت بالاتصال كما تلاحظ توجد أمامها كلمات أدد ويفي يعني لو ضغط عليه يصبح مشارك هذه يعني مشارك كلمة المور الخاصة بي ليتصلوا بها الأشخاص التي يكون أمامي كما تلاحظ معنا هذه الأشخاص ولهذا أنت لا تضغط على هذا الزر حدث لا يقوم بتحميلها عبرها الأنترنت ويعطائها للأشخاص حيث سوف يقوم بالاتصال بك إذا أردت الاتصال بأي شخص تبحث عليها كذا وتضغط عليها يعطيك مجموعة من المعلومات هذا بعيد علي بمئة أو ثلاثون متر فقط يعطيك عليها معلومات تضغط عليه تأتيك هنا يعني نوع عفوا ننتظر الإعلان فقط نوع الموردام أو اسم الموردام الذي عليه هو كلمة المرور الذي قام بوضع كما تلاحظ هكذا حسب الفين وثمانية كلمة الموردام نوع الموردام أو اسم الموردام أسلاث اثنين وثنين كما تلاحظ هذه المعلومات التي يعطيك تبحث عليه يأخذك إلى المكان من هنا إليه تقوم بالاتصال عليه بطريقة سهلة هكذا على جوجل ماب سوف يأخذك مباشرة بالطريق من مكان وجودك إليها مباشرة كما تلاحظ هذا بنسبة إلى يعني هذا التطبيق من هنا تأتي إليه هنا سوف تتصل به عادي جدا أحبابي في هذا بالنسبة للتطبيق الأول تطبيق ثاني أيضا اسمه هذا التطبيق أيضا يعني هو جديد ولكن سوف يقوم بوضع ضجة كبيرة أيضا حيث منه تستطيع الاتصال بجميع شبكات التي تكون مفتوحة وتكون أمامك كما اخبرتك تضغط على الاعدادات من هنا تجد هنا حيث سوف تختار الولاية أو المدينة أو يعني المكان الذي أنت موجود به ويعطيك مجموعة من المعلومات لو قمت بسحبها كذا أو تكبر الشاشة سوف تظهر لك الكثير 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 من جهات الاتصال التي تكون أمامك فقط أنا قمت بالفلطرة يعني سوف نحصل على يعني المعلومات التي تكون عليها مثلا هذا باللول الأخضر يخبرك أنه اسمه يعني مشيت عشر ثقائق فقط وأنا أكون أمامه وأتصل به بدون أي مشاكل لأن الكثير من الأشخاص لا يعرف بأنه يعني الروتر أو أنواع المودم الجديدة لا تستطيع اختراقها خاصة أنه لو كانت لا توجد بها خاصية الوي بي اس وكانت على وي بي ادو أو وي بي ايا وي بي اس ك يعني واحد هذا بالنسبة إلى المودم أو الروتر التي تستطيع تدوج إليه بطريقة يكون قانونية مشاركتها مع الوائلس ولكن لا أنصحوا بها يعني بشيء دليل أنك تستطيع أن تجد كلمات مرور مفتوحة ولكن تعتبر على نقطة وهمية حيث سوف يقوم أي شخص باختراقك بطريقة سهلة جدا حيث يقوم بوضع مقطع لها أنت ما ينتظر سوف يدخل إلى جهاز الكمبيوتر أو على جهاز الهاتف خاص بك ويأخذ المعلومات الخاصة بك بطريقة جدا سهلة ولهذا كما أخبرتكم لا أنصح بها ومن أراد منكم تجربة هذه التطبيقين سوف أضع لكم مرابطهم أسفل هذا الفيديو كما أخبرتكم وتحملهم بطريقة سهلة جدا حتى الآن أنتهي من هذه الحلقة وسوف أضرب لكم موعد آخر في حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى مع السلامة